صباح الخير او مساء الخير عليكم. ايان كان الوقت اللي بتسمعوا في الفيديو برحب بالكل المشتركين معي في القناة. كمان برحب بالمشتركين الجديد وبقول لكم اهلا وسهلا. وبقول لك لو انت لسه جديد معينا واول مرة تسمعنا اتفجر اشترك وفعل الجرس عشان ينسلكوا كل جديد. اه القناة اكبر بيكم وليكم. وعندي مفاجآت لسه كتير ان شاء الله هعملها في الفترة اللي جاية. اه هنقول النهاردة الكراقة العقصية لموليد بورج الجدي. انا شايفة طططط. هنا ا اه انا شايفاتك عندك مسئولية كبيرة جدا. مسئولية كبيرة جدا فوق طططط وفوق احتمالك اه اه اتعبين يعني شايف اني انت شايفة الحملة شايفة اه هموم او شايفة المسئولية بالفعل يعني ممكن تكون عندك الاتزامات او عندك حاجات كتير بتعملها انت في الحالي حاسس ان هي تقلت عليك جدا. كمان شايفك في حاجة عملتها او في حاجة بانتها او في حاجة قدمت فيها لكن ما خدتش منها مقابل. انت قاعد نستني. عايز نستني. اللي انت عملته ده نفقته هتكون ايه? كمان شايفك حذر شوية في الفترة دي قاسي العلامة. يعني مش عارج انا بكلم هنا متزوجين يعني. اه شايف كده وقلقان من حاجة او مش مدي الامان شوية. اه هنشوف دلوقتي ان ايه نعملها جزئين. اه جزء ايه هنا بتاعك وجزء النحية دي للطرس التان. اه شايفوا علاقة الزواج دي. اه يعني فيها ايوة شوية حب. فيها حب من الثراثين. اه لكن العتاب فيها كتير. المشاكل فيها كتير. الحيرة فيها كتير. يعني مش. يعني وقت الحب فيها. اه شوية ضغرين اه. اه فيها كمان غمود. فيها حد ممكن يكون اه يعني محتار في الطرف التاني او فيه حاجة مش فهمها او مش عارفها عنه. او في حاجة عايز يتأكد منها. اه انت ممكن تكون يا برج الجادية انا شايفك عايز تمشي. ممكن تكون عايز تمشي. عايز تبعد. اه بس المشايفة بوعد الزعل. انا شايفك اه اه عايز تفكر مع نفسك. عايز اه يعني عايز تلاقي حل. عايز تشوف اه ترجع بحاجة افضل. يعني انا شايفك انت عامل كده يا برج الجاد. عايز تمشي. عايز تبعد بس مش اه بس مش وانت الزعلان يعني. اه شايفة كمان هنا التواصل في الافكار او في الا يعني او في الكلام او كده شايفة في عنف شوية. منكم انتو التراثين شايفة في عنف. شايفة في عتاب ومشاكت كتير جدا. اه شايفة في اختلاف كمان. انتو ممكن تكونوا اثنين مختلفين عن بعض. شايفة في اختلاف. اه بعضكم ممكن يكون اه بيخبي علاقة. يعني بيخبي علاقة هو يكون فيها. ده هيكون للبعض مش للكل. برج الجاد بيخبي علاقة بيحاول يبسع عن نفسه اه فيها. لكن شايفة اه شايفة هتاخد قرار قريب ان شاء الله. يعني شايفة هتاخد قرار اه بانك انت اللي تكون مسيطر على العلاقة العاطفية اللي انت موجود فيها او العلاقة الزوجية اللي انت موجود فيها. هتاخد قرار ان انت تكون مسيطر ان انت يكون ليك رأي ليك كلمة. انت اللي بتتحكم بس مش هتزلم الطرف السجن. يعني انت ثنيتك انك اه 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 انت اللي تمسك كل حاجة في ايدك. لكن ما من غير ما تزل انخذ. ده افكرة كنة. لكن انا شايفة عتاب كتير بس ممكن يكون بعض العتاب ده في صلح. وممكن تكون كمان بالنسبة لبعضوكو. اه دي علاقة زوجية قديمة عن حب اه. اه لبعضوكو كمان ممكن تكون مرتبط بشخص كان مرتبط قبل كده. او في علاقة سلسية. يعني هو مرتبط قبل كده. شايفك في حاجات مش فهمها. يا برج الجادي ده بالنسبة لوضعك انت. طرف الثاني بقى الزوج او الزوجة. اه يعني انا شايفة انت مع طرف متحفز شوية. اه عنده فعلا شوية همود. اه فيه التخفز بس الطرف ده تعبان. يعني الطرف ده تعبان متضايق. اه ممكن للبعض اه الطرف الثاني يكون مسافر او يكون بيفكر في السفر او تكونوا من بلاد مختلفة. اه فيه وضع انتوا فيه الوضع ده سبل متعلق لفترة اه او او هو بنسبة للطرف الثاني هو سبل متعلق معك في وضع من فترة. لان هو كان من نستني منك حاجة وانت ما عملتهاش. يعني كان من نستنيك ان نستني الحاجة انت او نستني انك تقدم حاجة وانت ما قدمتهاش. ولده ده متعلق وانت واقف عليك. يعني او هو شايفك كده. دي نظرة الطرف الثاني. بالنسبة لك. اه فيه حب. اه فيه حب. علاقة روحية. فيه علاقة روحية. لكن فيه حزن. فيه حزن. فيه جمود. فيه وضع متعلق. فيه خسارة. اه فيه غموط كمان. اه فيه حد قلبه مقصور. ممكن الطرف الثاني يا برج الجبي يكون حاسس ان هو قلبه مقصور. ما انك يكون حاسس ان انت خدعته. اه ممكن تكون الكراءة عكسية. اه لكن الطرف الثاني هو عايز ياخد كراءة. يعني عايز يحسم المسألة دي. انا في علاقتكو. هو محتاج ان هو يحسمها. ممكن يكون منعزل عنك شوية. ان هو بيفكر. اه محتاج يفكر بحكمة. اه اه او محتاجك انت تفكر اه يعني تشوف الطريق او تشوف الحياة او تشوف العلاقة. محتاجك تشوفها بشكل تاني. اه هو شايفك كمان حد كويس. يعني هو بيشوفك حد كويس. بيشوفك حد ناجح. بيشوفك حد ليه مستقبل. بيشوفك حد عملي. او بيشوفك حد ممكن. يعني اي حاجة بتدخل فيها او اي حاجة بتعملها انت بتقدر تنجح فيها. عندك طموح. عندك يعني قدرات خاصة بان تحقق اللي انت عايزه. اه كمان بيزبط لو انت ست من برج الجدي هو بيشوفك متميزة. بيشوفك مستقبلة ببيتك. يعني شايف عندك حاجات كثير مميلدك كتير حلوة. وفي حب كمان لكن فيه واجع كتير جدا في العلاقة دي. فيه واجع كتير فيها. النصيحة بتاعتك يا برج الجدي بالنسبة للمتزوجين. آآ يعني ممكن يعني بيقولك هنا انه اظهر مشاعرك. اتكلم مع طرفك تاني. قول اللي في قلبك. قول اللي انت بتحس بيه. بليش طول الوقت تصدل آآ مخبي او كاتم او مش عايز آآ او مش عايز تبين. لا اظهر مشاعرك. اتكلم آآ يعني اوصلوا مع بعض الحاجة. في نفس الوقت يعني آآ استعمل الحكمة. يعني مش شرط عشان تظهر مشاعرك انك آآ يعني تكون متهور او انت تفتكر ان انت كده حد اهود او انت بترمي نفسك. لا. كل حاجة ممكن تسترد فيها وتعملها مضبوط وتعملها بحكمة. قدم العرض بتاعك او قدم الخير بتاعك او العطاء بتاعك آآ بشكل آآ انت تشوفه ان هو يليق بك. آآ ممكن كمان للبعض نصيحة بتاعتك انك تستشير حد. يعني ممكن تسأل حد. او آآ انت في حاجة مش بتظهرها. ممكن انت في حاجة مش بتظهرها يا برج الجزء. آآ الكروت هنا بتزنسحك انك تظهر عواطس. هنا برضو يعني آآ شايفات مقدم كسك بس فادي يعني ما فيوش اي حاجة. لكن انت عندك حب اظهر العواطس دي باينها كمان هنا انت قتل على نفسك وقفيت كده على كل حاجة جوا حدنك مش نباين اي حاجة. لأ. اظهر كل حاجة. آآ الثاقات اللي موجودة معي في الكراءة. موجود معيك الطاقة الترابية. موجود معيك الطاقة المرئية. آآ موجود معيك الطاقة الهوائية. وانرية مش كتير قويان. آآ الابراج اللي موجودة شايفة عزراء. شايفة حمل. آآ شايفة شايفة آآ شايفة آآ آآ اي تاني. آآ شايفة سرطان. شايفة جوزاء. شايفة قوت. آآ شايفة اسد. دي فاقوت. ودي الابراج اللي موجودة معي. او في جوزاء اهو هنا ثاني في اسد. هي دي الابراج اللي موجودة معي يا برج الجدي في الكراءة للمتزوجين ونروح للمنفصلين والمطلقين. كراءة المنفصلين والمطلقين هنقيمها آآ آآ ثلاث مراحل ماضي حاضر مستقبل ونصيحة وهنشوف كمان ايه آآ آآ شعور الطرف التاني من ناحيتكو ايه علشان لو حد بيسأل عن رجوع. آآ آآ الماضي بالنسبة لك برج الجدي منفصلين ومطلقين هقولك سكسك الاول في الفترة دي. آآ انا شايفة طاقة الانفصال. طاقة انتهاء علاقة بالفعل يعني آآ شايفة بعضكم ممكن يكون لسه بصت على الماضي او لسه مستني رجوع علاقة من الماضي. آآ شايفة جرح كبير جدا في القلب وممكن يكون في انفصال او في طرف تالت في الموضوع او يكون الانفصال بسبب كده. آآ الاول انا شايفة انت في الماضي برج الجدي. آآ يعني انا شايفة كنت في علاقة حب كويسة علاقة حب سعيدة. آآ فيها فعلا فعلا يعني في الماضي فعلا دخل طرف تالت. والقراءة دية التفل اللي موجودة قدامي. يعني ممكن يكون ده عند البعض. ومشارط الطرف الثالث يكون آآ حبي يعني او شخص تالت. يعني ممكن يكون اي اطراف. آآ يعني شايفك في الماضي انت عانيت كتير بعد ما كنت سعيد في العلاقة دي. انت عانيت كتير جدا ممكن بعضكم يكون بيتعامل مع شخص متافر او من بلد تانية او آآ او ثقافة تانية غيره يعني فيه اختلاف بينك وبين الشخص الثاني آآ فيه اختلاف وفيه بعض. ممكن بعضكم فيه بعض في المسافة. لكن انا شايفة فيه في العلاقة دي. في الانتصال ده طرف ثالث بضادرة. في الطاقة وفي القراقة. فدي الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا شايفكم تعبان بتعاني جدا من العلاقة دي. ممكن يكون انت يا برج الجدي اللي قررت ان انت تبعد او او طعب ده بسبب ان الطرف الثاني قرر فجأة آآ ان هو يبعد آآ وينهي العلاقة دي. يعني انا شايفة علاقة زواج آآ منتهية. وممكن ما تكونش كانت زواج لكن فيه عندي هنا كتير زواج. آآ في الوقت الحاضر بين بيلك. انت لسه بتفكر في ماضي. لسه بعضكم آآ ممكن يكون فيه انفصال لكن ما فيش آآ صلاة. آآ آآ لسه بتفكر آآ برجوع لسه بيعني بتقول انه ممكن آآ يعني يعني عندك الزواج لد يعني انت عندك هنا بنسبلك انا شايفك في الاول في وقتنا ده انت متكسف انت في وضع آآ مش شايف حاجة مش قادر تقدم خطوة ولا تأخر ولا تترف ولا تعمل حاجة. انت في وضعة الوضع كالحالي انت متكسف ومقيد مش قادر تعمل حاجة. كمان شايفك بتدفع عن نفسك. ممكن تكون بتدفع عن حياتك. ممكن تكون انت مصمم ان العلاقة منفهتش. آآ مصمم انك ترجع الطرف الثاني ليك. آآ فيه هنا برضو طرف تالت نفس الموضوع. آآ فيه هنا برضو عندك في الوقت الحاضر. آآ دي يعني هدم علاقة. لذا صور دي هدم علاقة. يعني علاقة خلاص هي انتهت. آآ كمان عند بعضكم هي انتهت باسلوب مش حالي. يعني الطرف التاني او انت وكلنا نخلي بالنا ان القراءة ممكن تكون عكسية. الطرف التاني لما نهل علاقة يا برج الجزي كان بطريقة يعني لما مشي مشي بطريقة مش قوية. هد المعبد على اللي فيه ومشي بشكل مش قوي. بالنسبة للمنفصلين والمطلقين آآ يعني يعني بعضكم الطرف التاني ده او انت يعني كان مسيطر عليه طاقة آآ طاقة خبيثة طاقة قوية مسيطر عليه شهواته ورغباته آآ يعني ما بصش لاي حاجة ما عملش حساب اي حاجة كل مسيطر عليه آآ شطانه. يعني هو ماشي شطانه بس هو اللي مسيطر عليه وان هو ينهي العلاقة دي. شايفك آآ بعضكم على فكرة ممكن يكون بيفكر ان هو يبعد تماما. انا شايفك مكتقد منعزل آآ بتبص على خسارة آآ لكن على فكرة انتو عندكم خطوات كويسة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله من ناحية العلاقة. آآ شايفك كمان كتير حذر في الوضع في الوقت الحالي اللي احنا فيه لان دي كراءة الحاضر كتير حذر كتير بتحافز يعني على نفسك على مشاعرك آآ او تكون بتدفع عن نفسك تكون آآ متهم بحاجة او حد بي آآ بيلطي عليك لوم او الخطأ في حاجة وانت بتدفع عن نفسك آآ آآ قاتل مشاعرك خالص آآ ممكن يكون بعضكم آآ دي له رجوع ورفض. يعني رفض الرجوع بالذات العلاقات اللي فيها آآ علاقة ثلاثية. انا شايفك هنا قاتل على نفسك خالص آآ شايفك في الوقت الحاضر في بلوكات بلوك 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 كتير آآ ورفض للترس الاخر او رفض الترس الاخر ديك يا برج الجانس. المستقبل بتاعك هنقولي الطاقات الموجودة الاول عشان انا دايما بنسى الطاقات بندمك في القراءة وبنسى الطاقات. انا شايفة معيك في القراءة دي طاقة آآ نيرية مائية آآ هوائية كمان آآ شايفة آآ وترابية كل الطاقات موجودة. كل الطاقات موجودة معك في القراءة برج الجز. آآ الابراج اللي موجودة شايفة السرطان شايفة المزان آآ شايفة العقرب وشايفة الطاقة بتاعتك وممكن تكون بتتعامل مع شخص برضو من نفس البرج من برج الجز. آآ لو شفت حاجة تانية هاا هقول. لكن هي دي الابراج اللي انا شايفة حاليا قدامي. والجوزاء. والقوس. دول حاليا. لكن كل الطاقات موجودة. آآ نروح للمستقبل بتاعك ان شاء الله. انا شايفة يعني انت فيه عندك علاقة حب. جيالك. علاقة حب آآ لكن يعني ممكن تكون تقليدية. او ممكن تكون هترجع العلاقة من الماضي تاني. او تكون انت بالفعل حاليا فيه عندك علاقة حب. والعلاقة دي هتكمل بس. انا شايفة آآ يعني حذر وغامض في العلاقة دي شوية. يعني مش مش ميدي الامان قوي او فيه حاجة مش واضحة بالنسبالك هي. علاقة حب وهي متبادلة على فكرة لو بتسأل هي متبادلة من الطرفين. لكن انا شايفة انت حذر ممكن دي يكون بسبب حاجات انت تعرفت لها في الماضي فانت قررت انك ما تكونش زي الاول تاني. شايفة عندك وموت شايفة حذر شوية في العلاقة. وده ممكن يكون من ناحية الطرف التاني اللي معاك. او اللي هيكون معاك في العلاقة. لكن هي علاقة حب متبادلة آآ شايفة كمان آآ يعني في المستقبل هيكون عندك حكمة اكتر آآ آآ ندوك فكري وعقلي اكتر آآ يعني بسبب كل الحاجات ممكن يكون بسبب يعني القدر هنا عجلة الحظ هنا هتكون في صالحك لو انت تخيرك كده. يعني انت هتفكر بعقلي جدا آآ كتير في المرحلة اللي جاية هتكون منعزل هتكون بتفكر كتير كل امورك آآ بالعقل والحكمة هتحكمهم اكتر من العاطفة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله آآ آآ يعني شايفاك ثابت ثابت في الفترة اللي جاية وانت اللي بتكرر وانت اللي بتختار عندك آآ يعني حرية وعندك انطلاقه كده في المرحلة اللي جاية آآ مش هتكون خايف على حاجة مش هتكون خايف على حد آآ يعني بتتطرف بعثوية في نفس الوقت مشاعرك انت مخلي بالك منها في الفترة اللي جاية ومحافظ عليها لكن من وقت للتاني انت شوية بتبص على المواطن ممكن يكون كمان الاقتر اللي هم حصل معاهم غدر او خداع او موضوع طرف تالث او اللي احنا شفناها هنا اللي هو يعني الحبيب اللي مشي ومن غير اسباب او بطريقة مش كويسة يعني هدد الدنيا بشكل مش كويس انت شوية هتكون حزين او زعلين على حاجات انت عملتها في دي قدمتها واخترت فيها يعني بعضوكو عندو اخبار حلوة كمان فيها هتجيلك اخبار حلوة هتجيلك بسرعة في الفترة اللي جاية فيه كمان عندك امنية وانت متحمس جدا بان انت تنفذها برج الجازي فيه عندك امنية نفقت تحققها ومتحمس قوي لتحقيقها وان شاء الله الامنية دي موجودة عندك هتتحقق وممكن جيد اللي انت تسمع عنها اخبار في الفترة اللي جاية ان شاء الله